إذن نعود من جديد عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطعنا سهلا هم جدا للمقبلين على تغيير الإطار وعليش قاموا بتغيير الإطار لهيئة الإدارية والطربوية المكلفين بإصحاب الإسناد وأيضا المسلكيين الإدارة الطربوية لغيرهم إطار إدارة متصرف انتداءا من 2016 علاش غير لهذه الفئة الإداريين مسلكا وإسنادا بأطر رجعي وعلاش ما غيروش للباقي لتهم خصهم يغيروا الإطار ولكن فقط ابتداءا من فاتح شوتنبر 2023 هذا ما سنتقاسمه معكم خلال هذا الفيديو رغم أننا نعرف أن البعض سيقوم بالقرسانة وبي يعني بدأوا إداره لكن ما كان مشكلة قبل من دخلوا في هذا ذلك قد بدأوا بدكاطرة القطع والإجهاف لغيطال دكاطرة ذي الأطر الأكاديميات الأطر نظامي الأكاديميات المفروض عليهم التعاقد سابقا إذن باش تنطافقوا أنهم قالوا بأن ابتداءا من 14 يناير هذا الطفاق قال لك تاريخي لماش نفيه حتش تاريخي لأنه كان مجرد توقيع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي اللي كانت أصلا خاصها توقع هي 29 شو تنبير وبالتالي دكش اللي غادي يتأجل حتى الشو تنبير وغادي يجنب الحكومة 18 عار مالية كان خاص يعني يوقعوا الشو تنبير وبالتالي يستافذوا بحالهم بحال الصحة وبحال التعليم العالي وبتفعيل مالي وإداري مالي على الأقل المالي لأن المتقاعدين خاصة بكون عندهم مالي وإداري بأطار الرجعي إلى آخيره من ابتداء من فاتح يناير 2023 لأن هذه القطاعات بثلاثة يعني تم اختيارها واستهدافها كفئة ذات الأسبقية من أجل تحسين الدخل ديالها عبر المراجعة ديال الأنظيم الأساسية ديالها شفنا الصحات غير النظام الأساسي ديالها تعليم العالي غير النظام الأساسي ديالها وبدأ التفعيل ولي راب بير رامش الدوم وبدأوا من فاتح يناير 2023 إلا التعليم قطاع التربية الوطنية أشترى قطاع جرجر وغادي حتى الفاتح يناير 2023 ورغم ذلك هناك فئات ستزقلافوا وخارج دينا يونس كوريتي يقول لك أن النقابات جاءت باقتراهات وباش نرفع الحيف على هاد الفئة ديال المعلمين تدائي غيرهم الإعداء أنفتحوا لهم باب ترقي الدرجة الممتازرة كانوا محاصرين إعداء دي كانوا محاصرين في الحداش وبدأت يدوقوا على ابنه في حين أنه اللي كانوا محاصرين ومرقين غير جوج مرات تتوفر فيهم الشروط رغم قاعدوا وهزهم المعلم ضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة من 12 الذين لهم الأولوية والأسباقية وكانوا مورس عليهم الحيف في التمييز والتزوير وسنوات اعتبارية والترقية دينا أعطوها لفئات أخرى 2012-2013 2011 أعطوها يعني الإجازة حامل إجازة مصلفة في التاسع ورغم ذلك باقي لحد الآن لم نستفيد إلا من 110 ولا من 112 ولا من 100 ولهم لك حال ماشي مش إذن الحيف اللي غادي يسود والذي سيطال دكاطرة ديال الأكاديمية قطور الأكاديمية لقلكم من بعد 14 كل شيء لم يضعف إلى آخره إذن خلصوا بتاهم ما يستفدوا وميت حرموش حرموهم بواحد طريقة فنية المرة الأولى كانوا باغين يحرموا صحاب باشي قلصوا هادوراه اللي معاك في التنسيق هوا هادوراه اللي معاك دكاطرة باغيني قلصوا تيدفعو تاهم باشي قلصوا باشي جزوغا هوم اللولين كل واحد يستوطع لك بوالتو كرموس إلى آخره مرة الأولى رقال لك الدرجة الممتازة مالي دوز مرة الأولى قبل رقال لك غير الأقدام يالقدام مالولين عندك الفوج الثالث ديال 2012 من بعد قال لك لا الدرجة الممتازة وجوت المتصرفين قال لك هاد درجة الأولى باشي تعرف المحابات وتعرف الكليك ديرين كليك بيناتهم تيوزعو في الوزيعة حتى بنموز هذه الخطرة إيش قال لك قال لك منوصلنا التوزيع المالي دير 6 المليار في الشوتنبر ليبنت الملفات الخلافية لاخر رقال لك تيوزعرت لأنه ما يعقلش عليك فلوس ما يعقلش عليك مياه إذن هنا تنشوفوا الحيف لأنهم جاءوا الآن الشرط اللي داروا الآن بما أن الجستيونير دير معهم توقامه وبارك ان يخفصلوا خيطوا كما بغاو وديرين توقاموا منذ زمان خصا الآن من جاء الكاتب العام الجديد اللي عندونا في التوجه بحل هذك لتيت زعم ناقابات صلاة ركملت الباهية وقال لك داروا داني هبطوا بعد الدرجة الأولى والدرجة الممتازة إذن في المشاو أصحاب الدرجة الثانية لعندهم الدكتورة شو يشربوا الماء كبوا الماء لك رشهم هنا زقلفوا كل شي باش يتعينوا بالعاشر صور دكتور ويتعين بالعاشر ويتعين في المتدائي ويمشي للجبل ومن يجي الإنصاف تفتح له واحد الآمال ديال إطار أستاذ باحث يتحرم منه علاش لأنه عندو الدرجة التانية والدولة اللي عيناتو والمالية والحكومة اللي عيناتو الدرجة التانية باش تحرموا من حقه لأنها هي عندها التكلفة المالية هي اللي ما عنداش الفلوس باش تعينوا في الدرجة المناسبة للشهادة ديالا اللي هي الدكتورة الدكتورة راتوا عادلوها الدرجة الممتازة مشي الدرجة الأولى وتعطوه ثم الدرجة العاشرة ومن يتفتح أستاذ باحث تعاود تقصوه علاش انت في الدرجة التانية وانتو ما اللي درتوا لي الدرجة التانية في حين أن الإنصاف الأول باش تعرف هذول كلهم وتي ديرو المطلب الأول المطلب الأول الأساسي اللي كان وهو الترقي بالشهادات من درجة إلى درجة أعلى يعني الترقية عمودية ياللي كانت مطلب 2015 مني جاب كيران روقف الترقية العمودية مش الترقية الأفوقية مش الترقية الأفوقية وقف الترقية من درجة إلى درجة مش تغيير الإطار من إطار إلى إطار قبل ما تدروا لي تغيير الإطار من إطار إلى إطار خاصكم تنصفهم ودروا لهم معادلة وترقوهم حسب الشهادات التي حملوا الماستر رخصوا الدرجة الممتازة وللدكتور رخصوا الدرجة الستثنائية تعطيهم عشرة تعطيهم الدرجة الثانية السلام العاشر وتجو تاني الضلمو تعطوه الدرجة الثانية بدل الدرجة الممتازة على الأقل أو الدرجة الأولى وتفرضوا عليه تعاقود ويجي آمال إطار أستاذ باحث تاني تعود زبز فيه تلوحه ويجي خرج لناخ أريسكوري يقول لك النقابة تجيبين اقتراحات باش نحيدوا الحيف هذا هو الحيف اللي بغي تحيد في حين أن صحاب الماستر أو الدكتوراه كان خاص يتم ترقيق ديالهم إلى الدرجة المعادلة للشهادة من تاريخ الحصول دياله على الشهادة لاتم حرفتوا هذا المطلب ورديتوا لنا جدتوا لنا درجة جديدة يعني إطار جديد ديال أستاذ باحث وفتالي حتاكرتوا هنتم حتاكروا القدام حتاكرتوا غنتم وغال المرسامين غير اللي توظف قبل من 2016 ولي توظف من بعد 2016 وحتى اللي توظف من بعد 2014 يجري طوال عندهم العاشر فهذا حيف ما بعد حيف جي لي ناس يقول لك باش الرفع الحيف ناس اللي داروا 37 سنة 27 سنة في 11 ديال الإعداد ديال المرقي ناج مرت رام تقاعد لحتهم في عين جدتم الإدارة الطربوية وعطيتها بآطار الرجعي من 2016 علاش عطيتها من 2016 علاش أنا نقول لكم علاش لأن تغيير الإطار وهات تغيير الإطار نشر في الجارية الرسمية ديال 1682 عفوا نقلت وقلة ربما قدرنا نكون نقل 68 66 88 1682 80 اللي تيفرض التكوين تأهيلي تكوين التأهيلي وهذاك الشي علاش داروا مسلك في مراكز التكوين المراكز الجاوية للتربية والتكوين المسلك ديال تأهيل أطور هيئة التدريس لأنهم نحن بروغرامين ها ها وهذا الخبرات علاش داروا إطار دي الأستاذ باحث رأ لأن هون قل لك بغير الخبرات والكافاءات وهذي وما عرف لنش حنا لاش تيقصو دكتور الدينب دياله أن الحكومة أطعته العاشر بدلا ما تعطيه واحد الشي الشهادة دياله ديال الدكتورة وتجي تحرمه الآن بدلا ما تعطيه 11 أو الدرجة الممتازة أو خارج السلام إلى آخير تجي تعطيه العاشر تفرض عليه العاشر مني بغي توظف تقول لي لا توظف غاب الإجازة ما توضش بالدكتورة ومني يجي يتفتح لي واحد باب ديال الآمل تسده عليه علاش لأن هادو النقابات والمتاسبين إليها والأتباع ديالهم هما التي يفصلوا وخيطوا وفق القواعد ويقلصوا ما أمكن وفي التالي خرجوا لين يقول لك عنا رب غيرنا كل شي يدمج باش يدمج كل شي خاص فقط هالواحد وهو رئيس الحكومة يدير ترخيص استثنائي هو الوحيد ترخيص الاستثنائي هو الوحيد لممكن يلغي المباراة فقط لا غير كما داروا مع أصحاب الماستر اللي شدوا الحاصنة على الشهادة قبل من 2007 رجعوا للتاريخ رجعوا تقلبوا بدون ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة المباراة فرض عين اللي هي غير مقابلة شفاوية ثم هنت تتباراو حسب الاختصاص والتخصص تقيفين من وباغين تتقلل السوق تقول لك ندمجوا كل شي إذن ربما نكتفي بهذا القدر من بعد قد نقول لكم المتصرفين علاش داروا لهم بأطار رجعي في حين أن وحدين أخرين ما داروش لهم بأطار رجعي بحال حامل الشهادات وقس على ذلك كثير إذن ما تنتوج بارت أجعلها نطاق نواسع حتى تعمل في عدة كثير من الجيم إعجاب لي كثير دارو مئة وعشرة ترجمة نانسي قنقر